لا إله إلا أننا الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب سبحانك سبحانك يا لا إله إلا أننا الغوث أكد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنامج تجليات فقهية نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر الاتصال مباشرة على هواتف البرنامج والظاهر أسفل الشاشة وإلى حين ورود اتصالاتكم إلينا نقرأ عليكم بعض الرسائل التي اخترناها من اه اه اتصالات اه المشاهدين الكرام اه عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج وقد اخترنا منها الأهم فالأهم ومنها هذا السؤال للأخ علي علي عبد الحسين يقول ما حكم السجود على التربة التي فيها كلمة يا الله اه بعض الانواع من التربة التي تكون ذات قالب معين مثلا دائري أو مربع او غير ذلك اه يكون وجه منها فيه كتابة بارزة ووجه آخر يكون اه ليس فيه كتابة يعني مسطحة الافضل ان يكون السجود على الوجه المسطح الذي ليس فيه كتابة اما الوجه الذي يكون فيه كتابة بما انه هذه الكتابة بارزة احنا المفروض يكون السجود على الارض ما يكون السجود على الاشياء التي تكون مثلا بارزة او مثلا تجعل نوعا ما طبع يكون على الجلد او غيرها فالافضل من ناحية الافضلية اتكلم انا فالافضل يكون السجود على الجهة التي ليس فيها كتابة يكون افضل نعم بعض العلماء منعوا من السجود على الجهة التي فيها كتابة اما الجهة الاخرى بل سمحوا بذلك احنا اساسا السجود على التربة مو لذات التربة نفسها او للكتابة التي نقشت عليها وانما نحن مأمورون على السجود على الارض وما عليها يعني من ما يصدق عليه انه ارض مثل الحصى مثل مشتقات الارض الاخرى مثلا الانواع من القرانيت انواع من المرمار كل شيء يصطلح عليه انه ارض او من الارض يصح السجود عليه اللي متواجد في بلادنا اكثر شيء هو التراب او الطين مثلا هذا يعمل على شكل قالب معين ويكون صالح للسجود عليه عندنا اتصال من كربلا ام حيدر فضلي ام حيدر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله اهلا وسهلا ومرحبا فضلي انا احلم دائما بهذه لا موفق ان شاء الله نعم دائما احنا احنا بالهنجية يعني يجوني يكوني يعني ما عنده افطال لس واحد يعني يقولولي احنا ليش افطال انتظري انتظري يعني دائما نضوم البين ونضع العباء ايه هذه ما بيش يا ام حيدر احنا عدنا في الحديث عدنا في الحديث احلامكم اعلامكم ان كنتم صادقين هسا سواء كانوا اهل البيت نفسهم بالحلم او غيرهم مثلا هي للمؤمن يكون هذا الحلم او الرؤية تكون الى اشارة علامة يعني ممكن ان يستفيد من عدها اكثر من هذا الحلم ميدل على شي اخر فقط اشارة للمؤمنين بلي نعم بلي اي لا بس ما بيها شي انه مثلا نذرين انت يعني نذر الاول والنذر الثاني تريد يسوي هن مرة وحدة اي اذا هن نفس هن يعني يعني صفرة يعني بالاولى النذر الاول صفرة لام البنين وبالثانية ايضا صفرة لام البنين يجوز انه تنوين الثنيا كصفرة لام البنين وتديها وحدة يعني تقولين عن النذر الاول والنذر الثاني تجمعيهن كلهن في صفرة واحدة انقطع الاتصال مع أم حيذر إن شاء الله يكون استفادت من الجواب نرجع إلى سؤال الأخ علي ويمكن إحنا يعني الجواب إن شاء الله يكون واضح للأخ علي عبد الحسين اللي يسأل عن التربة وأنه من الأفضل أن يكون السجود على الجزء الصالح للسجود عليه وهو الخالي من الكتابة أخ حيذر أو بلي الأخ حيذر سؤال شوي غريب يقول ما حكم الجمع بلي عندنا اتصال ونرجع إن شاء الله لهذا عبد الحميد من الأنبار عبد الحميد من الأنبار أهلا وسهلا ومرحبا تفضلوا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله عبد الحميد ولا وصير زحمة عليك فقط ابتعد عن التلفزيون وخلي تواصلك وياي عبر الهاتف فقط تفضل أخي عبد الحميد تفضلوا نعم تفضل عبد الحميد شيخ قبل فترة يعني ندرت إنه إذا الله أنطاني أو سهل في الأمر يعني يعني رحلي في الخروب نعم واني اشتريت هذا الخروب أي يعني عندما يكبر شوي راح أغفب النذر معك خوش بعد أربع تيام من الخروب تمرض إلى أن دبحت يعني سنذر هذا وصل يعني له يعني أنت نذرت بالشكل الشرعي يعني قلت مثلا لله علي نذر أن أذبح خروف مثلا هيتش يتبه بهالصيغة نذرت خب والحمد لله زين أنت حددت حددت إنه فديوم معين من الأيام لازم تذبح به لو مطلقا ما حددت ما حددت فهذا خوفا من أن يموت تسارعت وذبحته نعم خلص هو هذا النذر مالتك ما بيه لأن أنت ما محدد يوم معين فأنت تكون أي فمدام ذبحته خلص هو هذا النذر مالتك بعد ما يحتاج إلى أن تكرره ويسوي نذر آخر جزاك الله خير الله يخليك يا عزيزي أهلا وسهلا ومرحبا بني نرجع إلى السؤال الأخ حيضر اللي هو سؤال غريب يقول ما حكم الجمع بين الأم وابنتها في الزواج إذا كان يعني أنه شخص واحد هم يعني يتزوج الأم هم يتزوج البنت في وقت واحد هذا حرام غير جائس إذا تزوج البنت حرمت عليه الأم وإذا تزوج الأم ودخل بها حرمت عليه البنت هذا في الإسلام عدنا وفي كل مذاهب الإسلام ما أعتقد أكوفد مذاهب من مذاهب الإسلام يقول بذلك هذا حرام نعم أكوفد نوعا ما أكو نوعا ما تقديم وتأخير يعني لو فرضنا عقد على الأم مجرد عقد وليس دخول هنا تختلف شوية الحالة عدنا اتصال أبو علي من الديوانية تفضل يا أبو علي السلام عليكم سيدنا عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا ومرحبا بكم سيدنا أنا البالحة لحتل البالات مكان يبيعون بيه بالات أدور بالبالات ألبلت خميص أو قمصة خش فاشتريت خميص أخذت خميص يعني لقيت مين مبلغ من المال أي شنه هذا الموقف مالتي المال هالي يعني شونا رجع عليهم البالات أخذ إليها مثل هذا المبلغ بسيط كبير شنه بسيط سيدنا بسيط يعني 35 30 أقل 30 يعني عراقي عراقي سيد عراقي خب في هذه الحالة إنت هاي البالات اللي اشتريتها من عندها صاحبها موجودة تعرفها إيه عرفها سيدنا عرف أن خب إنت مشتري من عندها قميص تروح إيه تشتريت من عندها قميص أنت قلت لي فتروح إلى تقل لي أنا لقيت بالقميص هذا المبلغ وتطهيها وتتخلص من عندها وليا ما أخذ السيد ما شون إذا مثل ما أخذ قال ما مو لي هذا تصدق بي عن صاحبة يعني تطي صدقة أنت إذا فقير تقدر تأخذها إلك وتقول هذه صدقة نيابة عن صاحب المال وتأخذه الله يخليك يا عزيزي أهلا وسهلا ومرحبا بك نبني فميجوز الجمع بين الأم وابنتها في زواج واحد لشخص واحد هذا غير جائز إذا كان يعني بالسؤال ما حكمه تجمع بين الأم وابنتها في الزواج إذا كان هذا المعنى اللي يريده أنه اثنينات يعني الأم وبنتها ورجال واحد يزوج اثنينات هذا غير جائز حرام ميجوز فإذا تزوج البنت كما قلنا تحرم عليه الأم أم هاي البنت اللي هو اززوجها عقد عليها و اززوجها تحرم عليه أبدا إلى يوم القيم حتى لو طلقها بعد ما يقدر يزوجها هذه إذن اتصال علي من البصرة تفضل السلام عليكم شيخنا عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا ومرحبا حفظك بخلي نعم سيدنا عندي والدتي نعم والدتي بشباف ما تعرف قبل أحكام رمضان بلي قبل لو حملت برمضان ما يخلونها الصوم نعم وبالرضاعة هم ما يخلونها الصوم خوش كيف حكمها وهي هي تصامت تقريبا ثمان ثمان أشر يعني قضاتهن قضاتهن ضبط أي تدفع ما تعرف جد مطلوبة قبل يعني إذا هي قضت مثلا وقالت أنه هو هذا اللي أنا قبل تاركته وفاتني من أيام رمضان وقضاتهن هسا ما عليها غير أن تدفع فدية عن كل شهر من ذن القضاتهن هي يسموها هذه فدية التأخير القضاء وكل شهر تدفع 22 كيلو ونص من الطعام تنطي إلى الفقراء واضحة بلي سؤال ثاني سؤال ثاني هي صلاة مطلوبة نعم ما تعرف بش قد بس صاير خمس خمس سنوات نعم الصلة الصلة يعني تطبق بأن صلاة المغرب والعشو تطبق ذنين شوياها إيلا لا بأس بذلك هذا قضاء يعني تعتبر قضاء اي ماكو اشكال بي هذلك ماكو اشكال بي الله اهلا وسهلا ومرحبا بي زين نرجع إلى السؤال الأخ حيدر في مسألة الجمع بين الأم والبنت وقلنا أن ذلك حرام زين بالعكس لو واحد مثلا تقدموا عقد على الأم عقد فقط عقد من دون دخول وتركها قال أنا مثلا فسقت العقد هنا يقدر يزوج البنت نعم يقدر يزوج البنت هذا ليس جمعا لا يسمى جمعا فإذا ازوج البنت حرمت عليه هذه الأم أبدا سواء مثلا طلقها المرأة أو ماتت بنتها بعد هذه صير أم زوجته محرمة عليه إلى يوم القيامة ما تكون علي حلال أبدا طبعا أكو في هالفقرة نوعا ما اختلاف بين المذاهب عدنا اتصال حيدر من السماوة أهلا وسهلا ومرحبا أهلا وسهلا ومرحبا فضل أخ حيدر سيد أدي سؤال نعم تفضله لقيت فلوس قبل فترة بالشارة بس ما أعرف صاحبين 25 و 25 25 و 25 يعني ما أعرف صاحبين لقيت هنا بشيس بجوز دان بمحفظة لو هي لقيت هنا بالشارة وقعت يعني هنا 2 حمرة واحدة بصف واحدة بالشارة بالشارة عالتبير ها ها هذي تصدق بيهن نيابة عن صاحبهن ذني تصدق بيهن نيابة عن صاحبهن واذا انت كنت يعني جهة انت مثلا فرضا انت فقير محتاج فممكن تصدق بيهن يعني على نفسك تقول نذني نيابة عن صاحب المال على نفسك اه البدي السؤال ثاني السؤال ثاني احنا ما مزكين يعني هالس سترة صالة ما مزكين دوم واللي علم وانا موظف يعني نتويت عين ما مزكي لو ما مخمص هم لا هل يهم لا مزم كامنطين ولا خمص لا الخمص بالله يعني معروفة هي بالضبط على يعني اموال تتفحها او يتفحها الانسان كل سنة كل راس سنة بما عن ذمته اما اما الزكا فبالاعيان تكون وليس في الذمة الخمص عما يملكه وفي الذمة اما الزكا لا في الاعيان يعني اذا عندك نخال ويطرح تمر هذه بيه زكا واذا عندك مثلا ارض تزرع بها حنطة او شعير هاي بيه زكا اذا عندك حيوانات مثلا غنم بقار مثلا ابيل ذني بيه زكا هذني بيه زكا اما غير اما غير شي ما كو زكا هذه اذا نعم اذا عندك راس سنة خمسية يعني شنو راس سنة خمسية يعني انت يوم من الايام هذا اتحدد وتقول هذا انا اخمس بي تجمع اموالك كلها واتطلع من عدها الخمس وتطيها الى الفقراء بس اهلا وسهلا ومرحبا بك اخ حيدا عدنا السؤال من الاخ طاهر طاهر محمد يقول الاخ طاهر في سؤال صديقي تاجر قال لي اعطني مبلغ على ان يتم اعطائي نسبة محددة من الربح كل وقت معين هل يجوز ذلك طبعا هذا السؤال كثيرا ما يرد في البرنامج وما اعرف انه الناس ما ادري ليش تلجأ الى هكذا نوع من المعاملة واحد ياخذ فلوس والثاني يشتغل بها وينطيب يعني مبلغ ثابت كل شهر هذا ما يصير هذا اساسا معاملة باطلة وان شاء الله نشرح هذه المسألة بعد ما ناخذ هذا الاتصال ام علي من بغداد ام علي من بغداد تفضلي اهلا وصهلا ومرحبا بيك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يا اهلا بيك يا ام علي يا احبذ على شوية تقللين من صوت التلفزيون حتى اقدر اسمعك اي امر اي نعم لا يتك العاص ان شاء الله انت صال خير تفضلي شنو السؤال يا ام علي اول سؤال احنا عجنا جاعد بالنجس نعم بالوادي بالوادي والابني انطاق امره ابن الحج الله يرحمه ابن الحج انطاق امره وفقت هاي الجاعة حتى انا مرة خبرت السيد وش رحلي وخبت اخوات اثنين حصلت بالجاعة مرت تخبرهم ادلهم وصفلهم الزهولة يعني الناس الجود بيت اختي يعني هاي شا تاوي يا ام علي بس خلي افتهم السؤال ما لتش بالضبط عنديش ارض بالوادي وابن الحج مثل ما تقولين اندفن بيها اندفن بيها وابنه ونسيبه وابنه اندفنه بيها خواتي حتى يتهم يعني يعني بيتهم بأفتي زين يعني ما لحصة بيها بأفتي زين المشكلة شنو المشكلة مرش فيتخابرهم الظلم تحكي عنهم الظلم فيها الحجوم يعني هي هم لها حصة بالأرض هي المرة لها حصة اتا بنات اثنين نعم من لسا مثل هاي الارض يا ام علي بس بس خلفتهم انت قلتي بنت عندها حصة بالأرض وانت هم عندي حصة بالأرض تمام لو لا اتا اثنين حجة اثنين بنات اي بلي اثنين بنات وانتي اي وانت وثلاثتكم عدكم حصة بهاي الارض اللي مدفن هو تمام اي اي فهي تقول انه تعالوا طلعوا ها ذول الموت ما قول حاجة تنبيه لا مشكول بجن تتعارك وياهم اي جين انتي على الاقل تقولي مثلا انا دافنتهم بالحصة مالتي ما حتى هاي ما يقبلوها مهي غير انا اعرف مثلا انا مرة خابت السيد المدن يالله في العاق يبقي نعم بل انتي اللي اشتدوا تقولهم للبنات ثلث بل المرة ما اله وقسم هذا البنات الثلث اثنين ثلث اثلث ويبقى هم قسموا النور الثاني جيت اجيب واحد يقسموا هاي يتخلص منهم مليا مزمين يعني هاي اخذ ما نفر واحد يعني بالأخير بل هذه لا هي مو مو من حقها انه ما ترضى ثلاثتكم عندكم حصص بهاي الارض اه فمثلا في منطقتك انتي من اهل بغداد تروحين الى الوكيل وكيل السيد اللي انت تقلدينا اه و تقلينا اطينا مثلا الحصص مالتنا وزعنا اياها انا اش قاد وهاي البنات ذني الهن اش قاد اه نعم السيد الثاني هو يعني مرجعنا اي نعم بس انا خابرت قبل 2-2-2 خابرت السيد خلير اللدني بلي خابرت ايه هو مثل ما قلت بعد مثل ما قلت السيد ايه مثل ما قلت السيد ايه ايه تسلم تسلم اطينا مهلة بس اطينا مهلة هذه الحصة مالتش من تفرزيها عن الحصص مالتهم خلي يكون الخواتج اللي ديفنتين من ضمن الحصة مالتش وعز للحصص مالتهم واضحة يا معلي بلي هاي بعد هاي بعد انه يرضن ما يرضن هنه مو بكيف هذا لازم تصوون افراز نعم بلي ايه هاي هاي تسو افراز افراز كل واحد حصة حتى يتبين حتى يتبين وين للكم وين اللي مثلا للبنات هاي المسألة يمكم تقدرون تروحين لا ما يحتاج ما يحتاج بس انتو انتو ام علي ام علي ام علي انتو اللي اجلا قلتش روحوا للوكيل مال السيد اللي عدكم في بغداد خلي يفرز الحصص مالتكم اهلا وسهلا ومرحب ما عندي انا ما عندي احد عندي وليدات اثنين الله يفرهم من حفظة اشترا وقع اصطق مالتاخوهم بس هم يشد بون ام علي ام علي ام علي ام علي ام علي ام علي اي واحد اي واحد شركة ويا ثاني في اي مكان ويريد ويريد وتريدون تفصلون ما بيها مثلا عيب ومستحى روح الوكيل السيد خلي يفصل بيناتكم وهي ما بيها شي ما بيها لاعب ولا مستحى ولا اي شي اخر هاي مسألة ايها حق او ما ايها حق لما تروحون انتو يم وكيل السيد واتفرزون كل واحد المال مالته والحصة مالته يريدها تمام هذه المسألة يم وكيل السيد تروحون تفصلون بيها يا اهلا وسهلا ومرحبا بيت يا عم علي بلي طاهر محمود يقول صديقي بلي بينا هذه المسألة اتصال عندنا بشير من الاعمارة السلام عليكم سيدنا عليكم السلام ورحمة الله اهلا وسهلا ومرحبا الحمد لله شنو سؤالك اخ بشير قال عصر متقطع صلاة صباح نبات ما اقعد سيدنا اي اي صلاة صلاة متقطعة نوبات الصبح ما اقعد نوبات الصبح ما تقعد هو هذا سؤالك اي ما تقعد وعدي دوام نوبات دوام نمشي سافر من البغداد امشي دوامي اي قصر قصر مازل تام صلاة هاي شم مرة انت تروح البغداد وتجي والله مستمر دوامي 10 ايام بالبيت و10 ايام بالدوام اها يعني 10 ايام بالبيت كل 10 ايام لو اقل منها بيوم لا 10 ايام بالبيت بس تم احنا بالمحارف الانسان بس طينا مهلة طينا مهلة شوية اخ بشير حتى افتهم من عندك بس حتى افتهم من عندك يعني اللي انت تجي تقعد بالبيت عشرة ايام عشرة ايام ويوم الهدعش تروح السافر بي خش وتروح تقعد هناك ببغداد اش قد اش قد تقعد ببغداد هم عشرة ايام هم عشرة ايام هذي وترجع مرة ثانية الى الى العمارة بلي يعني انت اتحقق اه يعني في بغداد عشرة ايام وفي العمارة عشرة ايام في كل المكانين اذا تستمر عشرة ايام فانت يسموك ذا الوطنين يعني هم بالعمارة هم ببغداد فاثنين تنصلي بيهن تمام ايام 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 تقدر تصوم بيهن الصيام تام بس بالطريق وانت راجع ايام وانت راجع من البغداد للعمارة او وانت رايح من العمارة الى بغداد مثلا وقفت بالطريق وتريد الصلي الصلي قصر واضحة واضحة رحمة الله اما على سؤالك الاول تقول انا صلاتي متقطعة هذه ترجع السالفة يم العزيمة مالتك انت عندك عزم تقول انا ما افوت ولا صلاة تقدر اتوقت تليفونك تريد اتوقت عندك ساعة موقتة كذا واحد يصحيك تدعي الله سبحانه وانت قعد من وكيت كل هاي الامور بيدك مو بيدك واحد ثاني هذا التليفون هذا التليفون من تريد توقته تروح على التوقيت تحط توقيت حتى تقعد الصبح هاي المسألة بيدك انت لذلك لذلك سبحانه تعالى يطيك ات الثواب مو اللي يعني اللي قعدك او غير او كذا مثلا من الناس او انا مثلا من انصحك لا انت العزيمة من عندك انت اذا سويت المقدمات مثلا عدم السهر وحدة من المقدمات تدعي الله سبحانه تعالى ان تقعد الى صلاة الصبح وما تفوض صلاة الصبح عليك هاي وحدة من المقدمات اتوقت التليفون حتى يصحيك وحدة من المقدمات مثلا توصي واحد تقل لك اعدي اذا اذن هاي وحدة من المقدمات ذني بديك مو بديا مو بديا احد ذني انت سوين فانت اذا سوي عندك عزيمة هاي صلاتك بعد مرة ثانية ما تقطح ابدا صحيح موفق ان شاء الله يا اخ بشير اهلا تسلم يا اهلا ومرحبا بيك بني زين السؤال ما لطاهر محمد او طاهر ايه طاهر محمد على مسألة انه ينطي مبلغ وكل راس شهر يطو مبلغ معين من المال هذا غير جائز هاي المعاملة باطلة والمعاملة الصحيحة انه تسوي مضاربة يعني من عنده الشغل ومن عندك الفلوس تنطي انت الفلوس اللي يشتغل به وانت ويا بالنص في الارباح انت ويا بالنص بالارباح حصلت مية ربح تتقاسموها اليك خمسين ويلي خمسين حصلت خمسين ربح اليك خمسة وعشرين ويلي خمسة وعشرين مو مبلغ ثابت سواء اشتغل او ما اشتغل هذا هاي المعاملة باطلة ومو صحيحة عدنا اتصال احسين من واسط تفضل اخي حسين يا اهلا وسهلا ومرحبا اتصال اتصال في طرقة الامتحانات 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 اتدك صديق استخدم شنو؟ الهيدفون هذا اللاقطة اللاقطة الهيدفون نعم بلي خوش نعم لمن يتوظف ويتعين الكلية تاجة الطبية وهي السؤال راتب حلال وحرام الطريقة اللي نجح بيها هذه غش تعتبر وغير جائزة لأن مخالفة لقوانين وزارة التربية ومخالفة لقوانين الجهة اللي هي تمتحن الطلبة ومخالفة القوانين غير جائزة هذه واضحة اما بعديا اذا كانت تعيينة على اساس الكفاءة خوه هذا الراتب ما لا علاقة بالموضوع يعني راتب يكون جائز ولا اشكال فيه اما اذا كان تعيينة على الشهادة فالشهادة اساسا غش فالراتب يكون فيه اشكال سيدنا ما هو خضل يعني المعدل هذا مستحقا يعني نجح بدفوع بل ما يخالف انا فصلت لك انه بقى التعيين بعديا اذا كان على كفاءة هذا التعيين ماكو اشكال بالراتب مالتا اما اذا كان على الشهادة وعلى الدرجة الامتحانية يعينه فهذا مشكل هذا الراتب باشكال راح يكون واضح ان شاء الله اهلا وسهلا ومرحبا بيك اخ حسين محمد يقول في سؤالة انا اشاهد مقاطع فيديو في المواقع مواقع التواصل الاجتماعي المقاطع تسيء لأهل البيت عليهم السلام والشيعة هل يجوز سب المخالف الذي نشر المقطع بكلام فاحش او بسب مثلا بسب دينه الى اخره السب منهي عنه لا تكونوا سبابين ولا فحاشين كما في الخبر الذي يجوز سبه اذا سبك مثلا انت مباشرة يعني سمعت السب من الاخر وهذا جائز انه انت ترد السب عليه اما انه تشوف مواقع وانت ايضا همس سبهم من دون ان يسبوك فهذا غير جائز لانه منهي عنه السب منهي عنه نعم لعنهم كما ورد عندنا اتصال نأخذ الاتصال بعدين نرجع من بغداد صادق صادق من بغداد اتفضل يا صادق عليكم السلام ورحمة الله اهلا وسهلا ومرحبا فضل اخ صادق اهلا ومرحبا الحمد ورحمة الله ايوني سيدنا عندي استثار على المد هذا السؤال على المد الرعاية نعم انا انا مد الرعاية رواي جماعة عندنا متجلين اجتم سيارات حملة يقولهم يا با هذا الموضوع مو صحيح ستجلك عن الرعاية اي يقولوا لكم العالم ولا انا اتنع من السادق اتنع من شهور اذا الجهة المانحة لك راتب الرعاية اللي هي الدولة يعني هذا مخالف لقوانين هذا الراتب اشكال ميجوز ميجوز اخذ بني عندك سؤال اخر اخ صادق لا والله ما سؤال يقولوا للتلاشح ولا يقولوا محمد ترككم الله ما افقكم عدكم سيارات حميل وضحنا جواب بعد وضحنا جواب اخ صادق من انه اذا كان مخالف لقوانين الجهة المانحة لراتب الرعاية اللي ياخذوا هذا اشكال مشكل لا يجوز مخالفة القوانين اهلا وسهلا ومرحبا بك زين رعد ابو عباس يقول فيه بلي سلام عليكم ما حكم من احمل طواف النساء ان كان سهوا او عمدا وما حكم باقي بلي المذاهب حول حكم طواف النساء علما بان الباقي المذاهب لا يقومون بطواف النساء بلي زين لو فرضا شيعي امامي نسى او سهى او عمدا ما طاف طواف النساء يجب ان يرجع يجب عليه ان يرجع ويطوف طواف النساء اذا ما قدر يرجع هو يستنيب يعني يجعل نائبا عنه في طواف النساء يطوف طواف النساء وان لا مشكل هذا زين حتى يكون ايضا زوجته اللي وياه بالبيت ما يقدر يقاربها في هذه الحالة لانه ما زال بلي عدنا اتصال سيد محسن من بغداد اهلا وسهلا ومرحبا بك سيد محسن تفضل سيدنا الله يفاعدك اهلا وسهلا ومرحبا سيدنا بلك لا تهو لا تهو تسعين اكو مصر يضر يطلبني بين 8 دنانير او 10 دنانير سويس انت الطلبة لهو يطلبك لا هو هو بدي ايه فاريد ما هو حكم هذا الشي اذا تقدر توصل خوط هي اما اذا اذا ما قدرت توصل يعني ما عندك عنوان ما عندك علامة اشارة تقدر بيها توصل الصدق بيهن تصدق بيهن انطيهن صدقة يعني على فلوس اليوم انت انطيهن صدقة ايه نعم على فلوس اليوم العشر دنانير قبل ايش قدي يساون اليوم انطيهن صدقة بالي سواب نعم هو وش بالي بالي لا لا براحتك سيد محسن لا كان سؤال في بالي وراح يا اهلا وسهلا ومرحبا بيك اخ سيد محسن بالي نعم عدنا ايضا علي علي يقول في سؤال ما حكم ما هو حكم اذا واحد يريد يقضي صلاة بس ما يعرفش قد شنو يقول بيها شنو يقول بيها هي نفس الصلاة الا ادائية ولكن في النية بدل ان يقول اصلي مثلا على سبيل المثال الصلاة الصبح يعني بدل ما يقول مثلا اصلي صلاة الصبح لوجوبه قربة الى الله تعالى يقول اصلي صلاة الصبح قضاءا لوجوبه قربة الى الله تعالى يعني يزود بيها كلمة القضاء حتى يحدد انه هذه الصلاة هي قضاء وليس اداء اه صلاة الصبح الادائية يصليها لازم يكون بوقتها اللي هي الصلاة الصبح اما القضاء لا صلاة الصبح قضاءا اش وقت ما تشاني يريد يقضيها قل يقضي يريد يقضيها الضحى يريد يقضيها الظهر يريد يقضيها بالليل القضاء وقته مفتوح هذا إذا كانت أكو فوائد عنده سابقة أما لا إذا كان قضاء نفس اليوم يعني نفس اليوم هو ما قعد على صلاة الصبح أول ما يقعد يصلي قضاء مو يتاني يعوفه مثلا إلى ثاني يوم هو أول ما يقعد يصلي قضاء أما إذا كان لا عنده مثلا سنين أيام وسنين سابقة قديمة ما قاضيهن في هذه الحالة نعم إش وقت ما كان يعقد جلسة صلاة ويصلي يوم يومين ثلاثة أو يريد ويا صلاة الأدائية صلاة الصبح صلاة صلاة قضاء وياها صلاة صلاة الظهر صلاة صلاة قضاء وياها العصر صلاة القضاء وياها وهكذا إلى أن ينتهي من قضائه زي عدنا أيضا الأخذ زهراء تقول شنو الحكم بلي واحد حلفني لا تسوين كذا شغلة وأنا ما أقدر أرفض وسويته شنو حكمة بلي طبعا إذا الحلف كان بطريقة يعني والله العظيم يعني بالحلف القسم بالله في هذه الحالة الحنث بالقسم يستوجب الكفارة والكفارة إطعام عشرة مساكين وإذا ماكوا عجزتي عن العشرة مساكين عشرة مساكين تكسوهم كسوة يعني ثوب لكل مسكين وإذا عجزتي عن الثياب وعن الإطعام تصومين ثلاثة أيام كفارة هذا القسم إذا كان بالصيغة اللي ذكرتها في بداية كلامي وهي والله العظيم كذا أو بالله أو تالله بلفظ الجلالة الله يكون القسم أما إذا كان القسم لا مو بلفظ الجلالة وإنما مثلا بأسماء مقدسة أخرى أو بالقرآن أو مثلا بالضريح السيد الفلاني أو بسيد الفلتاني أو بحياة شخص معين مثلا عزيز عليكم هذه كلها موقسم هذه إذا حنثت بها لا تستوجب الكفارة نعم عند السيد صادق الشيرازي حفظه الله أنه يستحب التكفير إذا حلف الشخص بالذوات المقدسة رسول الله صلى الله عليه وآله الأئمة علي بن أبي طالب فاطمة الزهراء عليه السلام الأئمة المعصومين عليهم السلام إذا حلف بهم يستحب التكفير بل أعتنا أيضا الأخ عباس يقول صليت واكتشفت أن في كفي حبر خفيف وقد نسيت أن أغسله بالكامل وتوضأت دون أن أشعر بأن آثار قليلة من الحبر باقي في كفي هل علي إعادة الصلاة وكانت الصلاة هي صلاتي الظهر والعصر إذا كان جرم الحبر موجود جرمه يعني هذا الشيء الذي يمكن أن يزال باليد يعني ممكن أن يرتفع باليد يلمس هذا يسمى جرم الحبر إذا كان هذا موجود لازم يكون هاي الوضوء وهذا الصلاة يعاد لكن إذا لون الحبر موجود الجرم ما موجود هذا الوضوء صحيح والصلاتين لا تعاد أيضا صحيحات وماكو إشكال بهين زي عدنا اتصال أم زهراء من بابل أم زهراء من بابل اتفضلي أهلا وسهلا ومرحبا اتفضلي يا أم زهراء أم زهراء قليلي من صوت التلفزيون وانتبهي إلي بالهاتف نعم نعم سيد شنونك سيد أهلا وسهلا ومرحبا شنو سؤالك يا أم زهراء يابا سيد أنا إحنا عدنا كاف اليكيم البلي نعم نعم يابا نعم عدنا كاف اليكيم البلي كنت أمطي كل شهر قامت أصير عنده ظروف وأقطعه مثل ناباش أمطي كل شهر أو بين شهر والشهر ناباش أجمعهم ثلاثة شهر وأمطيهم أو شهر وأمطيهم نعم ناباش لا والله أمطي هذا الشهر بعد شهر ما أمطي أمطي الرابع أو أمطي الثالث خوش أنت كاف لليتيم مباشرة يعني كان يكون من أقربائش أو كذا أو من خلال مؤسسة نعم 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 اليتيم من أقربائي كاف لك بلي جائز هذه إنه حتى لو مثلا شهر عديتي بس حدتي يعني محافظة على مستوى مثلا المعيشي المستوى المعيشي يعني هما يعني مثل ما تقول بنات ثلاثة وهم وحدة مريضة بلي وأن يتامة الأب بلي بلي أنا كنت أمطي كاف لليتيم الغير ناس يعني غرباء بعدين صاروا بني يتامة هما أقربائنا صاروا يتامة قالوا المقربون أو لا بالمعروف بلي لا أقرباء أو لا بالمعروف صحيح صحيح وماكو إشكال يعني حتى لو مثلا شهر ماكو حكم ماكو حكم بها هذه انتي كافلة يتيم إذا شهر قصرتي قالوا مو معناها أنه أنت مو كافلة لا انتي كافلة اليتيم حتى لو شهر قصرتي الشهر الثاني تعوضين ما الشهرين أو شهرين ثلاثة قصرتي تقدرين يتعوضيها بغير وقت مثلا أو بغير حاجة أو تطهن مثلا فلوس مثلا مشوية مضاعفة هاي ما بيها شكال هذه واحد نعم وإذا صار عند تفضلي ايه وسيد النوبات في له نوبات يعني مثلا هذا الشهر ما عندي نعم الشهر اللي يجل صار عندي أمطي بس ذات الشهر هذا الشهر يعني خاطعت ما أمطي ماكو إشكال هذا ما هذا إذا ما نطيت يقوم مو معناها أنتي مو كافلة لا أنتي عنوان الكفالة موجود عندك وماكو إشكال إن شاء الله يا أهلا وسهلا ومرحبا بيش أم زهراء أعتقد وصلنا إلى نهاية وقت البرنامج وصلنا إلى الختام إن شاء الله نلتقيكم يوم السبت القادم بنفس هذا التوقيت إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك يا لا إله إلا ألا ألغوث ألغوث خلصنا من النار يا رب سبحانك سبحانك يا لا إله إلا ألغوث